تعدل مجرد يؤدي مناسك العمر برفقة والدته ويلتقي بفنان مصري داخل الحرم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين قناة سيف تريند أصارت صورة الفنان المغربي وولدته الفنانة نزهة الريكراكي في بيت الله الحرام بمكة المقرمة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشاركت الفنانة نزهة الريكراكي صور عدة بملابس الإحرام مع سعد ابنها أثناء أداء مناسك العمر عبر حسابها الخاص على انستجرام وكتبت قبلة المسلمين شمس الدين الحصن الحصين عشق العاشقين طمأنينة وسكينة حفظ الله البلد الحرام أم القرى وأثناء أداء سعد المجرد مناسك العمر بصحبة ويلته التقى بالفنان المصري حسام داغر الذي نشر صورة تجمعه بالفنان والمطرب سعد المجرد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب الحمد لله ربنا قرمني اليوم بعمرة لولدتي الله يرحمها بصحبة أخويا وحبيبي سعد المجرد وولدته حبيبتي الفنانة نزهة الريكراكي كانت أجمل صحبة مع أصدقائي وأجمل عمرة لك يا حبيبتي ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص أداء مناسك العمرة للمطرب سعد المجرد وولدته ومقابلته لحسام داغر ده كان موضوع حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارفنا باشتراك في القناة تظرونا بحلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته